اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعدها برضو انا كان من وانا صغير كنت بحس ان انا يعني حت التمثيل دي عندي بس كنت خايف عشان المجال صعب وكان برضو عيلتي مش بتشجعني قوي على الموضوع ده ازاي بقى يعني ازاي العيلة الفنية الفضيعة دي مش بتشجعك على انك تكون فنان علشان المجال صعب علشان ظلوف المجال مش سهلة مش اي حد يعرف يتحملها كانوا عاوزين يكون فيه شغل فيه استقرار اكتر فأنا دورت على ده في الاول هم شايفين البانفيتس بتاعتها وشايفين برضو الناحية التانية ان برضو فيها جزء ريسك شوية اه بالزبط فيها احيانا هتلاقي دور ينسبك احيانا مش هتلاقي فهتضطر ان انت تستنى وقت شوية من غير شغل وترجع تاني لحد ما تلاقي الدور اللي ينسبك صح بالزبط وايش ربط انا محتاجها صبر جديد جدا ومحتاج ان انت لازم تبقى دايما ما تفقدش الامل فمش كل الناس بتاعف تعمل ده فهم كانوا خايفين بس لما بدأوا يشوفوا ان انا باخد سيريس تيبس بقى وباشتغل اكتر على نفسي وبروح ووركشوبس انا اصلا بدرس مركز ابداع الفني مع اسخال الجلال وروحت كاستنجز كتير ولغاية لما بدايت اول حاجة صورتها خالص كان فيلم الرجل الرابع مع اخراج استاذ محمود كامل وطولة الفنان عمرو عبدالجليل فبدأت واحدة واحدة اخد الموضوع ببدري مشهدين ثلاثة ايو انت خدت بقى فكرة ان انا عايزة اقول حاجة معينة الناس بتفتكر عشان احنا مثلا لو حد من عيلة فنية فبقى واسطة وانت خلاص كلتها ولعا وكده لا انت فيه ناس بجد تاخدها من الصفر زي ما بيقولوا وانت خدت ويرش مالك ممكن ما تكونش اصلا مستاهل او محتاج ده لان انت اصلا عندك ويرش تمثيلي في كل مكان في العيلة فاللي هو انت عجبني فيك جدا ان انت قلت كلام لطيف ان انت خدتها من تحت قوي مفيش مثلا بتليفون قالوا انا هعمل دور مهم ولا دور بطولة ولا كده انت خدتها قوي بالراحة بس اقولك على حاجة هي المهنة بتاعتنا دي لازم تكون انت كل شيء بتتطور فيها يعني ممكن تكون انت موسيها شطرة جدا بس تقاضي فترة ما بتشتغليش فغزبا عنك بتطفي مش بتعرفي تطلع احسن حاجة عندك فالوركشوبس دي مهمة جدا يعني اشتر ممثلين في مصر بياخدوا مثلا اكتن كوتشز مع ناس كبار جدا فانا واحد لسه بابتدي انا لسه بقى بشوق طريقي فانا انا ما عملتش كده ابقى غبي يعني مش مركز في ان انا ازاي اعرف اوصل اللي انا عاوزه وانا ازاي اطور نفسي وقلت اسلى من طريقة ان انا بتدي بيها المصرح ان اقول المصرح اسعب حاجة في التمثيل وبتاخدي فيه اقوى بريستيج اقوى ثقة بتتعلمي فيه حالات مهمة جدا فانا حبيتها بتدي من كده طبعا الناس اللي هي بتتكلم طبعا تقول واسطة او بتتكلم في حاجة زي كده حقهم انا عمري ما بعترض على حاجة زي كده بس بيبقى كل طلب عندي ان انت لو شفت انا موسيك كويس قولنا انا موسيك كويس بس بالضبط يعني انا ممكن اقعد مثلا من هنا البكرة اقعد اقول ان انا مدخلتش بالوسطى ودقت بالصفر ورحلة كفاح والكلام اللي هو يعني الكلام اللي هو ممكن الناس ما بتقتنعش به بس في النهاية الكلام سهل اللي علي انا ان انا اثبت نفسي اثبت حضوري قدام الناس دي بقى اللي ما فيهاش يعني دي اللي ما فيهاش بقى ان حد ايه يقول كذا او كذا فده مسؤولة كبيرة جدا علي وفي النهاية احنا بنجرب ربنا كرام زي الفل ما اردتش خلاص عمر انت لست دلوقتي كنت بتقول المسرح المسرح طبعا مقياس مهمة جدا انك بتاخد ري اكشن من الجمهور على طول وبيديك ثقة بنفسك طيب انت بدايتك بقى في المسرح واحكيلي على احساسك اول مرة وقفت على خشبة مسرح حسيت بايه ازاي الري اكشن تاع الجمهور كان معاك ولا ضدك ايه الحقيقة الاول كانت موضوع صعب جدا لان انا كمان اضافة على مساس خلال جلال لما دخلت كان في معظم زميل اللي معايا كلهم عندهم خبرة كبيرة في المسرح اشتغلوا مسرح كتير بدئين من قبلك اه بدئين من قبلك كتير انا بدايت مع اساس خالد فالموضوع ما كانش سهل انت عفو تثبتي نفسك قدام الناس وان انت تكوني قد الموضوع لان برضو تمثيل المسرحي مختلف خالص عن تمثيل الفيديو فانا الموضوع كان صعب جدا علي لغاية لما ربنا اكرمني وكان اول حاجة عملنا عرض في 25 يناير اللي فائد تعيد الشرطة كان قدام سيادة الرئيس والحمد لله دي كانت حاجة كبيرة جدا يعني ما كنتش احلم بيها اصلا فكانت فرصة كويسة وكانت فرصة ان انا اثبت نفسي كمان ان كنت مصرحة حلو وخيرا لا يعني اول فرصة ليك هي برضو فرصة صعبة قوي طبعا كان تحدي كبير بالنسبة لك صح؟ كان تحدي كبير بس كنت لازم بقده ان اصلاس خالد الحقيقة بيتعب معنا جدا يعني بيتعب معنا جدا بروفات وما بيطلعش حاجة غير لما يطلق يعني يفحقنا اه بروفات وشغل جامد عشان حاجة تطلع بطلع مظائية اكتر حاجة تعلمتها منه الحب للشغل يعني الاخراص للشغل ده مش سهل يعني ممكن الناس تحب انها تشتغل بس مش عايزة تطلع احسن حاجة او مش بتسيك البرفاكشن حتى لو بيجي علينا بضغطات جامدة جدا مفيش اجازات مفيش اي راحة بس في النهاية اللقطة الاخيرة بتبقى حلوة طيب بقى انا عايزة بقى اروح لرمضان عشرين اربع وعشرين كان فيه سباق كبير قوي يعني فيه اكتر من خمسة وثلاثين مسلسل تقريبا في كل مكان بقى فانا قبل ما طبعا ابركلك على حاجاتك الحلوة اللي عملتها وانا احنا اكيدا نتكلم فيها بالتفاصيل والاختيار والتحضير لان الموضوع بيبقى ورمج هود خرافي انت اصلا شفت اعمال ايه الاعمال اللي انت شفتها في رمضان وايه اكتر الاعمال اللي حسيتل هي ايه ده لطيفة او الا انت ما شفتش وراكزت الحكتك لا اتفرجت طبعا بحب اتفرج جدا على فكرة الحشاشين طبعا عجبني جدا انا عمل انا شايفه انها نقلة كبيرة جدا اللي صنع في شغلانتنا وطبعا انا اصلا فان جدا لان استاذ كريم ابعزيز فكان مسلسل حلو جدا الصراحة برضو عجبني العتولة كان مسلسل حلو وكان قصت مليان كوكبة من النجوم برضو اتفرجت على نعم الافوكايدو عجبني سلطراحم اشغال شقة كان بيدحك جدا عجبني في جازة حاجة افرجت عليها اه اه انا بحب اتابع انا اصلا بحب اتفرج عن مثلا لما دخلت بقى الشغلانت اكتشفت لازم اتابع او لازم افهم ايه الحاجات اللي بتنجح و ايه اللي بيعجب الناس صح لان انا كمان اصلا برضو انا جنب التمثيل انا بكتب اصلا دبست مع استاذ احمد مراد كتابة وعملت فيلم الحمد لله تعرض في السينما الهناجر اسمه حاجر ايجابي فانا برضو الكتابة بحبها فبعايز اعرف ايه الحاجات اللي بتمشي اللي بتاكل مع الناس كمان اه لان كل فترة الزوء العام بتغير الزوء العام ببضلش ثابت على مدار التاريخ في السينما فالدراما فانا بحب هو اللي بقى اففرج عشان قلقط الحتة دي انت الكتابة خدتها دراسة ولا خدتها موهبة الموضوع عندك موهبة اكتر من دراسة وطعمت ده بدا فاهم قصدي اللي اتنين اكول زي ما انت قلت اصلا ما ينفعش اصلا حاجة واحدة ما تنفعش يعني ولو ان كمان اللي بحترم لو حد استقبل انتفاضات فيه ناس تبا موهوبة برضو يعني بالفترة بس ازي انت طعمها بالدراسة ولو انت موهوب عشان سيكوينس الكتابة نفسه محتاج ابدأ الضيق مفيش حاجة اسمها انا بقى موهوب واسيبها كده لكن انا ممكن ببقاش موهوب بوجة نظر الناس بس انا الناس هتحتلمني لو انا بدرس وباكتهد ان انا اوصل لان انا مش مكتنع على فكرة ان في المجال بتاعنا ده انت عندك احنا مش مرسلش لعيبة كورة ولا مغنيين مثلا احنا انت ممكن عادي مع الدراسة ومع الشو تفهم اللعبة خلاص شاطر فيها طب من العيلة بقى بميقلك في عيلة فنية اكيد من كل فرد من العيلة لانه هما كلهم فنانين كبار اكتسبت حاجة فعايز اعرف من كل حد اكتسبت ايه طبعا ابويا اكتر حاجة الصبر اهم حاجة بينصحني بيها لان هو برضو ابتدى من الصفر وتاعب جدا عشان يوصل ودرس في المعهد وشاف مراحل كتير وفي الاول برضو كان فيه قلق كده شفت كارير برضو لو اصلا اول كان مدرس كيميا فالرحلة متشابهة شوية متشابهة شوية بس هو ظروفه اصعب كمان بكتير مني يعني انا تعلمت منه حتة الصبر ومامتي طبعا كده كده يعني مكتهد اكتهاد انا ما بشوفوش في حد بصراحة انا بقول لها طيبا انتهار دوركر جدا بتيجي بتجيلها دور بتحضره تحضير يعني بتمسك فيه كل حاجة صحة بدي وقتها كله للدور احنا لما بعمدها مسلسل او اي عمل ما بنشوفهاش الحاجتين دول اه عادف معسكر كده لا 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 خلاص الوقت توظف اي حاجة في البيت تاني هو الضور وبس اشتغل عليه واكتهد فانا تعلمت منه برضو ده اخلاص للمهنة يعني انت تدي وقتك اكتر من اي حاجة ده حاجة مساهدة وجدك وجدتك وخيلك طبعا طبعا لا انا جايزت جايب سيكا جدي يعني الاسف ما كانش يعرف نعيزة مسلسيتها يعني احنا كنا صحاب جدا كنا على طول بنواب مع بعض بنتكلم في كل حاجة حبيبني في الكورة احنا كنين الاهلوية اتكلمنا في كذا حاجة بس يعني عمره ما كان عارف نعيزة مسل بس انا كنت بسمع منه في حاجات بقى في الكواليس وكده ويقعد يحكي لك كم يحصل ايه ومين صاحبه اكتر حد والمواقف اللي بتحصل في التصوير بالضبط هو كان بيحكي لي عن اصدقاء في الوسط وكنا بنقابل الناس طبعا وقسات ذا كبار جدا وكان بيحكي لي برضو عالبداية جدي كان في الاول برضو كان حقوق وبعدها مسرح وبعدها الحمد لله بدأ الناس تعرفوا والحد ما عمل اسمه والحمد لله الناس تقبلوطوا بشكل كويس طبعا جدتي بقى دي قصة برضو تانية خالص لان جدتي اه لا لا يعني انا اي مشكلة عندي في البيت واحسس بالطهات من البيت بلجأ لجدتي الحقين يا تيته على طول هي اللي بتنقذني على طول الصراحة وهي على فكرة اللي كانت مصممة ان انا لازم امثل كانت شايفة فيك الموهبة كانت شايفة جدا الموضوع ده في بداياتي بقى لو انا محتر انا عايز شغل ثابت انا عايز امثل بعدها قلت ان انا قصة ممكن اعمل لتنين يعني انا شايف ان انا لسة صغير لو انا مش هنطالق دلوقتي وهتعب وهعمل كذا حاجة وما هعمل امتى فهي كانت دايما لا تقول لي اسلم حاجة ان انت تعملها ان انت تركز في الحاجة اللي انت بتحبها ما تبصش لقاها حاجة تانية وربنا يا وفاق وهي اللي نصحتني ان انا اقدم في مركز الابداع الفاني هي اصلا كمان كتبت لك بوست يعني بتبارك لك وبتشيت بدورك قد ايه كان حلوة جدا في رمضان فهي كمان جميلة جدا طبعا هي نجمة كبيرة وكلنا بنحبها بس فكرة اللي هو عارف فكرة اعز الولد ولد الولد هي بجد هي حقيقية جدا فان هي بتتبعك وكمان انت ابن خالك برضو محمود برضو بيمثل طبعا محمود بالابلية كمان وهي بتعطيك تبلكو ببرافو لو ما انتو بتعملوك حاجة فبرافو بينما بتجملش يعني هي اكتر حاجة اصلا بحبها فيها انها صريحة جدا مع يام رايتي فانا في المسلسل ده هيقيتلي انت اتطورت كتير انه واحد في امتالي على الحجر فلا يعني انا دي كانت جملة بالنسبالي لا فالحمد اللي فكلمنا عن دورك في المسلسل ده وقلنا ازاي بقى اترشحت للدور وتفاصيل ذاكرتله ازاي الحقيقة انا من زمان من احلام الحاجات اللي انا عايز اعمل دور صعيدي وعملت ادوار دور صعب بس ممتع جدا جدا وانا عملته كتير في المسرح وحبيته قوي فلما جاتلي الفرصة طبعا بكنله كل التقدير والشرف من اللكنة الصعيدي خالص ان انت متعرفش تقديا صح لا احترمت الموضوع ما خفتش انا احترمت الموضوع في ومذاكرة جامد لان انا لو كنت روحت اللوكيشن شايل هم اللهجة كتعتخد من احساسي هي ممكن ابقى مذاكرة بس انا بقول باين عليها ان انا شايل همها اعمل افكر قوي في كلام معين في حاجات معينة فكنت عايزة اخلص من دور صعب الوكيشن اخر هم اللهجة ما كنت اش عرف اعملها ما تقول استاذ حسني صغال استاذ حسني مخرج عظيم بيعمل كل حاجة مع الممثل ان هو يطلع كل حاجة احسن عنده بروفات كتيرة جدا تحضرات كتيرة جدا وده ما بيحصلش كتير على فكرة يعني عمر ما انت تروح تسألها لحاجة ويبخل عليك في حاجة بيقولك كل حاجة بيديك نصائح كتيرة جدا برضو ساعدني سوز احمد وفدي الصلاحة باشكره مؤلف شاطر وواعد ويبقى ليه مستقبل هو قصة من الصعيد وقال ليه تفاصيل كتيرة جدا وكنت بقى باستغله جامد خليه يقول بويس نوتس وانا اقول وراه غايتا ما خلاص بقيت اللهك الحمد لله انا حبتها حبتها عشان بقى اركز بقى في دوري بقى اركز بقى ازاي اعرف اطلع الدور يعني ادور على ايه الشبه ايه وما بين تفاصيل الشخصية بقى عشان تعرف تشوف الشخصية دي هتتعامل ازاي دي صعبة بقى بس ليه صعبة؟ لان انت عشان تطلع حاجة صح وتطلع الاحساس مش فيك لازم تطور على الحاجات متشبهة بينك وبين الشخصية تلعب عليها كتير قوي فانا ده اللي عملته و ايه اللي كان شبهت؟ هو بيبحث عن ذاته دايما يعني دي حاجة فيها شوية ممكن تقاش حلوة بس يعني دي حاجة يعني ايه متشبهة شوية بيني وبينه وفيها وقات انا في حياتي كنت عصبي جدا يعني رأتي هديت الحمد لله بس فيها وقت كتير كنت عصبي وهو شخصية عصبي جدا وبس الصعب بقى انه هو جاحت هو جاحت مع عيلته ومع اخته يعني مشت اللي هو بيضرب فيها اخته بالعصاية ده قمة في الجهل وقمة في الجحود و انا عجبني المشهد ده جدا انه هو كان يعني بيبوينت على حقوق المرأة احيانا في المكتبع المصري كله ومش في الصعيد بس بيواجهوا ان هما حقوقهم يعني بتتدمر في حاجات مش مستهلة وعدم احترام وكان قضية مهمة ودي من اهم القضية اللي حبنقشها في المسلسل فانا كنحظ حلوة ان انا مشهدي بمتبروس في الحتة دي فهو شخصية بعيدة خالص عني وشخصية شريلة جدا وصعيدي وبرق فانا لازم كنت ادور على حاجات متشابهة على حاجات متشابهة او تأتعرّب وجات النظر يعني ازاي والصعيدي برضو فيش اعرى انت ممكن تجي اوفر جدا والصعيدي مش هترحمك واحنا السنة دي مكنش فيه السعيدي غيرنا فالصعيدي مش هي يعني السعيدي لا يعني ما عكلش معاهم انسي انسي اه تلاقي بانت قضيات واحنا ما بنعملش كده واحنا ما بنقولش كده طبعا بس كانت تجربة ممتعة طب ايه اكتر حاجة مثلتها حسيت ان هي شبهك قوي بقى يعني انت كان قال على الحجر كان نقيدك خالص في الشخصية كان واحد عصبي ايه بقى الحاجة اللي انت مثلتها حسيت ايه قريبة مني جدا انا تمام حاسس ان انا نفسي عمر تمام مش عايز اتحكي عليكي بس لسه مواصل ما حسيتها يعني ما لسه مواصلت لغا يعني كل ادوار اللي انا عملتها كانت مختلفة عني او انا مبسوط بكده يعني انا بستمتع ان انا عمل حاجة مختلفة عني بحس ان انا مستمتع اكتر في الشغل فدي حاجة يعني انا يعني برضو بحبها اه تشالنج جامد برضو تشالنج حل وبتحس ان انت عندك ما تلي المذاكرة اكتر وما تلي التحضير اكتر احيانا ما يبقى دور شبهك قوي من وجهة نظري ممكن ياخد شوية من فكرة ان انت حيث تبقى انك طبيعية زيادة وعلى طبيعتك فياخد شوية من احساسك كمواصلت طب في سؤال دايما بحاجة بسأله لكل الفنانين تحديدا في مجال التمثيل اللي بينورونا ايه الدور اللي نفسك تعمله دور السايكو انا بحب دور دور ده كاتشي اوي ليه كلكم بتحب تروحوا للدور ده عشان تصعبتوا ما هو دي احلى حاجة زي ما انت قلت ما هو كل الحاجات اللي فيه حلوة اه يعني انت كل الانواع بكل الاشكال انت هتشدك كممثلة بس انت بقى بردو هتشالن ايه هتشالن يا هتطلع اوبر بزبط وبردو بيساعدك عليها بردو المخرج اللي بحاك في العمل طبعا يعني دي بردو بتبقى جوز كبير جتة طب انت ومحمود ابن خالق انتوا بتمثله اه احنا قدوا بعض فانتوا الصحاب وكده انا جالي العمل الفلاني انت جالك ايه ولا اللي هو بتباركوا البعض خلاص ما تعرفوش حاجة في حياتة الفن دي مع بعض ولا بتعودوا مع بعض تذكروا ولا لموضوع عادي اولا ومحمود متربين مع بعض يعني احنا مش قريب احنا اخوات احنا اخوات عايشين في بيت واحد نفس الصحاب نفس المدرسة نفس الميول احنا بنشجع الاهلي تشجيعها مش عاش طبيعي بيننا حاجات مشتركة نفس الكرير فالحاجات دي كلها اكبرتنا ان احنا كل حاجة في حياتنا بتشارك بعض فيها ده بديعي فيه قريب مش قريبين الدرجة دي يعني اه بيحبوا بعض جدا بس مثلا بيتقابلوا في مناسبات بس انتوا علاقيتكو اخوات اه لا احنا مش قريبين قريبين انا عمري ما بصلنا في محمود قريب محمود اخوك ودي ساعات يعني صراحة خالي ومامتي من دي وان اول ما احنا تولدنا زرعينها فينا جدا طب هو ممكن يقولك انت عملت كده حلو بلاش كده وانت تقوله انت هنا افورت مثلا طبعا 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 احنا معاشين بعض قوي ومع بعض في كل حاجة فانا لو مش هبقى صريح معاه هو نفس الكلام معاه بس انا بحب اسمع منه اكتر لان هو كمان سبقني والحمد لله انا مبسول جدا من شغل الاخر فترة عمل مسلسل محارب في رمضان انقصر الدنيا عمل دور حلو جدا فمحمود لأ محمود عنده خبرات حلوة قوي ان انا اسمع منه واستفيد منه فيه وغايدلاين كويس عمر انت كان البداية نصيبي واسمتك يعني دي اول حاجة اول دور يعني قبل كده كان مشاركات يعني ده اول دور حقيقي كنت طيب مين بقى اللي رشاحك للمسلسل ده المسلسل طبعا كان يضم نجوم كتير قوي يعني واجزاء كتير فالمسلسل كان متشاف فوجودك فيه كان حاجة برضو حاجة حلوة للبداية صح اه هو طبعا الترشيح جاي من خالي سوز عمر محمود ياسين جاي بعد لما شاف ان انا بدأ اتعمل خطوات تصلح ان انا اتقدم وان انا اخد فرصة يعني فانا كان على اتحدي كبير جدا ان انا اثبت لخالي ده لان خالي برضو ليه دور كبير جدا في حياتي عامة تانية يعني بايدا عن المجال بقى احنا قريبين جدا وصحاب انت ما قلتش تعلمت منه ايه كمان الكتابة برضو الكتابة طبعا ده قصة تانية اه لا يعني الكتابة انا كل الحاجات اللي كتبتها وفي الادراج هو كان بيسمع مني ويدينا نصائح فيها كتير جدا فلا يعني احنا برضو علاقتنا كبيرة فكت لازم ابقدر موضوع فالحمدالله الانطلاقة كانت من نصيب اسمتك الحمدالله كان في رضاق افعال كويسة جدا ناس كتب تتكلم على تمثيلي وعن دوري ودي كتت مفاجأة بالنسبالي انا اه كتت في البروجيكت نجح نصيب اسمتك نجح بقى له كتير جدا وانا كت في الجزء الرابع بس اما كتش توقع ناس تتكلم عن عمر او الناس تقول ان عمر تمثيل وكذا فديكت مفاجأة الحقيقة بالنسبالي فكت لازم بعدها بقى ابني عليها طب الكتابات اللي في الدوريج بقى اللي انت اتكلمت عليها دي مش تطلع للنور بقى نشوف كده الحاجات اللصيفة اللي فيها انا صحيح حساك دماغي يعني انت شخصيتك تتكلم كده انت ما شاء الله انت انت عندك 25 سنة تقريبا يعني هتم انا 24 سنة تقريبا 24 فانت انا حساك ما شاء الله سبق سنك يعني انت عندك اتتسود في الكلام كده اللي هو ما شاء الله عائل دماغك حلوة وبتفكر كده اللي هو مش يلا بينا اي حاجة ومفيش بلان لا انت عندك بلان واضحة قوي ما شاء الله عندك ندوك كده بدري ما شاء الله فانت انا متأكدا من الكتابات جمد ففي حاجة فيها مثلا بنسعى بنسعى ده بشكل كبير انا بشوف ان انا لازم احاول يعني اه بقولك ادراج وممكن يبقى فيها احباطات كتير جدا بس لازم اسحعى ولازم احاول لانها برضو شغلانة ممتعة جدا والسيركل زي ما بقولك واحدة يعني السيركل واحدة فالاستفادها في الاتنين صح امر انت مثلت مع باباك اقنعته ازاي بقى اقنعته ازاي كما امثل اه كما امثل لا اخلي بالك اصل باباك ده يعني شايفك بكل مراحل حياتك مهدي اه يعني بالنسبة لنا يعني حتى احنا عيالنا بنشوفهم ان احنا هنشوفهم طول الوقت بيبي طبعا فانت خلاص بقى انت اقنعته بدور ان انت هتتصل قدامه الموضوع كان مش ازاي الموضوع في الاول كان مسئولية وصعب بس يعني هو انا كنت بعمل كل حاجة اوريها له على طول اي حاجة فيديوها يتصورها لنفسي قبل ما اخش خلاص حاجات بعملها في المصر حد من زمالي يصورني اموريها له على طول يلاقي لي بفرق على افلام كتير اوي افلام بره افلام هنا واخد رأيه في حاجات بدأت ابين له حاجات تطمنه شوية عشان لما اخد التجربة ما يكونش مقلق يعني هيبقى مقلق بس هيبقى الموضوع اهدى شوية عنده فلما خدت التجربة معاه شاف ان انا فعلا اخد الموضوع سيريس ما بقولكيش ان هو ما انتقدنيش انتقد لازم انتقدني وقال لي على حاجاتها حسنها وقال لي على حاجاتها بقى احسن فيها بس استيل هو متطمن ان انا شايف ان انا اخد الموضوع جد لان انا برضو بشوف المهنة دي هي اللي اكتهد فيها اهم حاجة اهم حاجة فيها ان انت تطور من نفسك اهم حاجة فيها انت تقول لفترة تدور تقول انا ايه اللي ناقصني يعني مثلا الناس اللي في سني او في جيلي اللي وصلوا احسن مني اعملوا ايه ابص كنمازج دي مش حاجة عيب اعمل ده فهو انا كنت عايزه يركز فكرة ان يعني يشوف ان انا بكتهد والبقى بتعربنا وفي انها برضو احنا عيلة يعني اوية امي الحمد لله مش بيكبروا حد على حاجة يعني اللي عايز بيعمل حاجة بيعملها ويتحمل ويتحمل ده وانا كمان الكبير يعني في العيلة ايه انا اول حفيد يعني برضو ايه بيحسوا فكرة ان ده كبير بقى لازم يشوف بقى طريقه بقى بعيدة عن انت يخلين رب الصغارين التانين فانا محظوص في الحتة دي شوية انت قلتلي في بداية قبل وفي نبتدي أنا صريح فعايزت myśle اي حاجة تكلمي انا احب الصراحة او ااته فى ارقبتقول او الناس يتبدأ marche التمثيل بقى شيلة شوية Instrument بغد النظر معنصة authorities ب explosives اعترف ايه في المودات ده بتحست الموضات ده فقط بالله انا كل سنه بلاي آه طبعاً بيصادف إن فيه ناس اشتغلت مع بعض قبل كده بس يعني لأ برضو بفيه اختلافات في حيات كتير جداً يعني من أول المؤلف للإنتاج للممثلين ما إحنا لو شلة بقى نزبطها من كله أزبط المنتج أزبط المؤلف أزبط المخرج ممثلين إحنا مع بعض كل سنة لكن ده بيحصل ما بيحصلش يعني ما إحنا برضو لو هنزبطها شلة لممثلين بس ما هي برضو هيبقى فيه حاجة أرى أسستل ومش هنجح لو جبت مثلاً منتج مش هيبقى دل عمل أو مؤلف لسه في بداياته مش هيعرف يطلعني بشكل كويس فهي شلة عشان تكمل لازم كل العوامل يبقوا مع بعضه كل سنة أتحدى أي حد لو كل سنة في رمضان مثلاً أو أي موسم من هما كل دهم كوريسبوندينك على طول استحيل وبعدين عايز أقولك على فكرة ده اللي بيعمل كده غبي يعني من وجهة نظري وده ما بيحصلش بس اللي هيعمله ده من الزكاء أنا فيه مصفين كتير قوي في الساحة وأنا كل فترة كمنتج أو كمؤلف أو كمخرج عايز أبثبت أن أنا أضافت الوجوه جديدة أضافت الناس تانية عملت شكل مختلف لنجوم فده أصلاً أحسن ليا طبعاً والصحاب في كل حاجة بس مش في الشغل وده في أي مهنة متهقل يعني مش في التمثيل بس طيب عايز أسألك أنت الفيلم اللي كتبته لنفسك الفيلم ده كمان كان من إنتاجك ما خفتش بقى من تجربة الإنتاج ونت لسه في سن صغير يعني موضوع برضو إيه صعب خفت جداً طبعاً طبعاً تجربة صعبة وساعدني عليها طبعاً أن أنا برضو كان معاي شباب كلها يعني غيرنا هم أصحابي وأخواتي هم نفس الكرير نفس الهدف كلنا ساعدنا بعض وكان معاي المخرج علي الشربيني صاحبي إحنا كلنا أحلقين كلية إعلام من دي وان وإحنا في الكلية عارفيني ده مشروع حياتنا يعني ده اللي هنقدم نفسي إنا بيه اللي هقدم نفسي بيه كممثل وكمؤلف هو اللي هقدم نفسي بيه كمخرج فلا إحنا كنا في فترة كنا مصرفنا كان مصرف في الفيلم وكان الموضوع بالنسبة لنا جد جداً وساعات نعود من التارية ونهز ونحن نعمل كده ليه يعني مع أفلام المستقلة محدش بيشوفها مش سهل إن إحنا نعرف نبعاتها المهرجانات وبتاع بس إحنا لأ إحنا فضلنا مكملين مكملين غايتاً ما الفيلم بقى فيلم يعني بقى حتى مدته مش فيلم قصير وربنا قرم إن الحمد لله سوشيال ميديا وتقطية إعلامية كبيرة جداً اتعامت عليه من أهم البرامج اللي في مصر تعرضت في سينما الهناجر في الأوبرا حاجة كبيرة جداً طبعاً حاجة حلوة طبعاً فالحمد لله ربنا قرم على قد التعب بس كانت تجربة صعبة جداً ولو إحنا مكنش عندنا الشغف والتطحية بكل حاجة التجربة دي مكنش هتطلع مليون في المئة تبقى صعبة جداً طبعاً أكيد أنت هو ونتوع على بعض ممكن يتعادل تأني الفيلم بمتاب أكبر إحنا بنحضر حاجة تانية إحنا مع بعض إن شاء الله كمان يبقى فيه شركة منتجة تتولى المؤضوع دائماً طب حلوة قوي طب قولي بقى مين أكتر حد نفسك تمثل قدامه حد أنت بتحبه جداً بتحب طريقت تمثيله وبتحب طريقته أو مدرسته في التمثيل مين؟ أستاذ خلط الصاوي بحب تمثيله جداً جامل جداً بصراحة وجوكر زي ما بيقوله يعني بيعمل كل الأدوار ومتنوع في كل حاجة وأنا من ونة صغير بحبه فألاقي يبقى حاجة عظيمة أولى ومثلت معي وفنانات ستات في كتير جداً بس أكترهم بالنسبة لي أنا مثلتها طبعاً مع الجميلة طبعاً وأكيد اتعلمت ابنها حاجات طبعاً جداً جداً أنا كمان كنت عامل ابنها في المسلسل فأنا كنت معزوز جداً أنا كل مشاهدي معاها وإنت طب نصحتك بحاجة قاعدة تقولك خلي بالك أنا عايزك تاخد بالك من كذا التمثيل مثلاً فيه تركات كذا هي مركزة في شغلها بس وده دول الممثل أنا مش لسه هنصح الناس وبتاع أنت عايز تخش وتشتغل لازم أنت تدور وتعمل ده مش حد تاني هيجي نصحك لكن هي وده كان أمتع بالنسبة لي في المشاهد وفي التحضير وفي المذاكرة ازيه؟ تعلمت منها ايه؟ الالتزام بشكل رهيب وهي بطلة العمل ما شاء الله التعامل تحت ضغطة ممكن تحفظ على الهواء حاجات صعبة جداً هي بتعملها ممكن أحياناً كان أي حد ممكن يبقى معرفة ممكن بقى شموده كويس إزاي طرف تفصل طبعاً اجتهادها بشكل كبير جداً على كل أنواع المشاهد وكلها مسكرة شخصية فيه بشكل مبهر أنا أصلاً فانل جداً أستاذ سابسان بدر من القناة صغير كنت معزوز أن أنا فعلاً يعني بديتي معاها وعمل ابنها ومشاهدي أنا وهي كلها إكستريم يعني كلها مخبط في بعض أن هو ولد مش متربي ويكلم أمامته بطريقة مش كويسة لغاية لما كان قلم على قوشه مسكرة شخصية بدر وده كان أول مشاهد عملتم معاها كان قلم بجد؟ أه طبعاً طبعاً لازم قلم بجد أصل اللي لم مش كلها تبقى بجد لأ دلوقتي صعب قوي ما بقاش بجد أصلاً هتتحس هتتحس والميمز على الفيس بوك مش هتترحبك أيوة يعني خاني صوت الأول لما طلقت طلع دخين والحاجة يعني شوفتها كتير أنا متحك عليها أصلاً أنا ناسي متحك عليها وأستاذ حسلي كمان الوقاية عنده فوق يعني أهم من أي حاجة الوقاية هتيجي لو مش هتتقتل ممكن يتقتل بجد عادي فأنت أه لا والله إلا أستاذ حسلي لأ أنا فعلاً بحيي جداً في النقطة إنه هو بيطلع الحاجة بيقول يعني بجد لأ من غير ظهر صدقة قوي جداً جداً طبعاً لما خدت الألم حسيت بإيه أنا بتضرب بجد بقى في مسلسل في الموضوع مرعب برده لا أنا قلت أنا هدخل التاريخ لأن أنا الألم ده مش هنساه والمشهد ده مكتوب حلو قوي وساوساً ما شاء الله يعني عملته حلو جداً مشاهلا الله هقيم طبعاً بس يعني مشهد كان حلو فعلاً من كل الطرق فأنا ما كانش ليه حجة يعني أنا مكتوب حلو معايا ما شاء الله غول تمثيل وأستاذة كبيرة جداً فلو أنا ما قلتش المشهد كويس مشكلة طبعاً عندنا مش من حد تاني صح صح فالمشهد ده الحمد لله من أكتر مشاهد اللي نكحت واخدت رود أفعال كويسة جداً في الشارع وعى السوشال ميديا حلو قوي طب أحلامك بقى اللي جاية نفسك تعمل إيه؟ أنا نفسي أمثل برا طبعاً دي أكبر حلم عندي إن أنا يعني بعد الحمد لله ما يبقى ليها كرير كويس هنا وأعمال كتيرة وأعمال متنوعة أنا بحبش أعمل أدور اللي هي شبهي زي ما بقول فبعد ده يكون بقى الخطوة الأهم والحلم الأكبر لأي ممثل إن هو يمثل برا يكون بيمثل بلد ونجي حاجة بيرة جداً طب لو جالك برنامج بقى بمقيلنك دارس برضو أعلم جالك برنامج هتقطع علينا وتعمله؟ ولا خلاص؟ لو لقيت وقت ومش هتيجي على حساب التمثيل هعمله لأن أنا بحب الموضوع طب لأ نورتنا بقى يا عمر لا يدور بقى خلاص أمشي طب يا جماعة طب إيه فعلاً طب الله ما نسأله في موضوع البرنامج ده إيه البرنامج اللي نفسك تقدمه؟ يعني طيب إيه؟ يعني حاجة قشطة إنترتينج اجتماعية كده ولا حاجة سياسة توك شو ولا حاجة فن يعني إيه نوعية البرنامج اللي ممكن تقدمه بشكلة أنت قلت كل الإجزامبل زي أنا بحبها أو كله حالي بصدر حتى السياسة والتوك شو وكلامنا؟ جداً جداً يعني كل الحاجات دي أنا بحب أتكلم فيها أصلاً أحب أتكلم فيها في العادي فلما يبقى قدامي بقى المايك بقى أتفنى إن أنا بقى إيه؟ بقى عايز أتكلم بقى برح سيبوا لي الحديدة دي وأنا هقول كل حاجة أقول بقى اللي عندي في كله بس مين لي أكتر حاجة كرة عشان أكون صريحة يعني لأن أنا بحب الكرة جداً من أنا صغير كتبالعب كرة زمان فقاً كرة بالنسبة لي مهمة يعني ومتابع جيد بقى جداً أنا أهلاوي جداً وبرشناوي جداً أوكي طب إيه رأيك في ماتش الأهلي والزمالك اللي فات؟ لا كان ماتش غريب يعني كان عندي تحفظات غريبة على التشكيلة وكان فيه إصابات كتيرة أقوى عندنا فرقت معانا بشكل جيد زمانك لعبة أحسن أوه وكان فاشنال جداً وكان نزم زمانك يكسب يعني كان بقى كتير بنكسب برضه يعني عفهم عشان برضه الموضوع يبقى فيه تحدي شوية آه يبقى فيه تحدي شوية طيب عوار إن أنا مبسوطة جداً والله إن أنت نورتنا النهاردة والكلام معاكم بيخلاص للأسف يعني من الوقت تخلص بس انبسطنا جداً معاك أشكرك أشكرك بنورك وإن شاء الله تبعها لطيفة مستي جداً يا عمر نورتنا وسلامنا بقى لكل فرد من أفراد العيلة لأن كل فرد من أفراد العيلة عندك علم في البيوت المصرية بيت بيت وإحنا كلنا متأثرين بهم فبجد يعني سلامنا لكل العيلة القذيرة ذي ونورتنا وخلينا بقى نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقاتنا من عيش سعيد رليكومي